بعد زيادة البنزين ايه اللي هيحصل يوم 28 اكتوبر في مصر الاقتصاد بقى الشغل الشاغل لكل الناس في مصر خصوصا بعدما الاسعار زادت سواء في السلع او الخدمات وده مع رفع الدعم عن حاجات كتير زي البنزين والصلار والغاز والكهرباء وحتى العيش ناس بقت متوترة من بكرة وبتسأل هل الحكومة ماشية صح ولا فيه غلط الحقيقة ان اللي بيحصل ده ضريبة الاصلاح الاقتصادي على حسب كلام خبراء اللي الحكومة بتقول ان الاصلاح الاقتصادي مهم عشان تحسين الوضع في المستقبل حتى لو الوضع دلوقتي صعب شوية حكومة بتقول انها مش بتعمل كده عشان تدايق الناس لكن عشان توفر فلوس وتستخدمها في مشاريع اكبر زي التنمية وجذب الاستثمارات من برة على حسب كلامهم بيقولوا ان الفكرة اننا نبقى زي البلاد الكبيرة زي امريكا واوروبا اللي بتعتمد على الاقتصاد القوي والقطاع الخاص فيه كمان موضوع وهو تصدير العقار يعني ايه تصدير العقار الناس ممكن كتير تسأل يعني ايه تصدير العقار اذا كان العقار حاجة سابتة شيء سابت معناه اننا نبيع وحدات سكنية ومنتجعات للاجانب بالدولار وده بيجيب عملة صعبة للبلد وده واحد من حلول اللي الحكومة شغالة عليه عشان تواجه ازمة الدولار وهدفهم يوصلوا لمدخول من اثنين لتلاتة مليار دولار في السنة من تصدير العقارات وفي يوم 28 اكتوبر هيكون فيه مؤتمر كبير عن العقارات بحضور الناس مهمة زي رئيس الوزراء والهدف منه هو ان مصر تبقى ضمن الاسواق العالمية للعقارات وتنافس دول تانية في المجال ده عاوز اعرف رأي حضراتكم بخصوص الموضوع ده اترك ليكم التعليق